في أطر الجهود الهادفة لمحاربة جائحة كورونا في الأردن وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تسلمت بموجبها الحكومة الأردنية عددا من سيارات الإسعاف صحيح الدعم اليوم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مشكورة بدعم بسيارات إسعاف ست سيارات إسعاف لحساب وزارة الصحة وهذا طبعا بيجي من ضمن مجموعة من الدعم اللي بتقدموا المفوضية والأمم المتحدة للأردن وخاصة فيما يتعلق باللاجئين واحتياجاتهم في الأردن احنا شاكرين طبعا للمفوضية وإن شاء الله هذا رح يكون بداية لمجموعة أخرى من الدعم لأردن خصوصا في ذوق الأحوال الصحية التي تشهدها المملكة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بيّن أن الأردن تدعم اللاجئين بشكل متميز ومن ذلك تضمينهم في خطة الاستجابة الوطنية أهمية العلاقة الاستراتيجية ما بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية خاصة في ذل الظروف الحالية في مواجهة وباء الكورونا وأن تتضمن هذه الإجراءات وهذه الخطط اللاجئين فنحن ممتنون دائما لجهود المملكة في دعم ومساندة اللاجئين فهذا البعد الإنساني نعتز ونفتخر به وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دعم جهود وزارة الصحة بالاستجابة للتصدي لفيروس كورونا أسامة بليبلي الحقيقة الدولية